نستيلها بالخبر الوطني حيث مبعث صاحب الجلالة الملك محمد نسادس برقية تعزية ومواسطة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخامة السيد جوزيف روبينت بايدن على إثر الحرائق المروعة التي اشتحت جزيرة ماوي وأخلطت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة ومما جاء في برقية جلالة الملك على إثر الحرائق المروعة التي اشتحت جزيرة ماوي مخلفة قسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة أعرب لفخامتكم ومن خلالكم للأسر المكلومة والشعب الأمريكي الصديق عن أحرية تعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواسط رجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأضف صاحب الجلالة وتفضله فخامة رئيس بقبول أخلص مشاعر تعاطفي مشوعة بأسمى عبارات تقديري